مانيوكي مسترجى قرب على الجيش لما كان الجيش عم يخطوا يهم مسترجى قرب على الجيش بس لما اجوا الشعب المسكين والجيش قالوا ان ياخدوهن هوس عليهم وطيارهم كله ايتهم بس اختلوا احرام العالم دايب تحترق دينا في عالم ملن بينه العالم رح تفجر المستشفي عم يعطون منوهم ما عم يعطون دوا عبكرا بيدودوا بيموتوا اذا قائد الجيش ما تدخلوا حل هيلو موضيع فورا كارسي عند الجرحة وكارسي عندنا نحنا كل المنطقة رحلة بين شهداء بين جرحة وبعدهم الهلأ مفوضي بنزينة نروح ونيجي على المستشفي عند الجرحة او لا عند القتلى او لا عند الحياة مافي مافيش ابنه نحنا بيعطار نحنا بيعطار انتهينا نحنا بيعطار ماعد عنا شي العالم دايب تحترق دينا في عالم ملن بينه رشيد عبود رشيد عبود ابنه اوص ممكن يكون ام اوص من الفيلا مافض من الفيلا لا اوص طلال لفاو اوص طلال لفاو اوص دبيع مدني خمسين متر ساعتين حتى انه يجوا تطبوا النار بعد من العالم احترقه صارت فحم البنزين لانه نحنا بيدولة كتير راكية البنزين مثلو مثل الحياة اللحظة عم يبيعوا القلون على الطريبة 300 الف و هذا الشي اللي خليه يكون هناك سوق السوداء فالصابة يأمن له نصف تنكة بنزين تنكة بنزين لا روح ونيجي فيها لا اكتر لا وروح مثلو مثل هالنيف بيرح موقف ألم المرتين واليوم موقف ألم بلوم الدولة قلت لانا بدي يجيب شي در بلدي فيه عايش ما قاعديني هون لوارنا ما اشتري عنه ما شبنا حدا ما حدا تليفون ما اسمعناه تخيي وضعه 97% 3% أمد تخيي اليوم طيب كان عبكرة ميت اليوم بدنا نحرقوا بدارهم هيدول ما بيشوفوا غليل ما بيشوفوا غليل طفل عنه بدنا نحرقه ونحرق عائلته وكله كله كله جيد دور بده ينحرق كله متل ما حرق الشعب هك بدي يحتري هيدا الحجر هنه ما فرق معه هنه ما فرق معه هيدا الحجر اللي عميه بطعنا هم نتفحه هيدا الفقيل اللي قدامك كل حجر بالبنان نحنا هم نتفحه هيدا 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 هيدا